صمد ندعو له بالرحمة ولقاله بالصبر والسلوة انطلاق اللقاء هيبقى على اليسار أصحاب الأرض المباراة هي مباراة المصري الكابتن والقائد أمامية من سطوحي بالصدفة وصلت إلى زولة انطلاقة من زولة يمشي والمساحة موجودة لكن العرضية مش موجودة ومش دقيقة على الإطلاق من أحمد عبد الرحمن زولة استغلال المساحات لكن سايبوا معاه عبد حميد باسيوني كورقة على الدكة مروان حمدي يضغط ويقطع ويروح في اتجاه المرمى لكن لمح خالد سطوحي جاي يعني شوف مروان قطع ضغط بشكل رائع ضغط بشكل رائع التورة من كاماتشو لكن مع رجوع مع رجوع علي حمدي وضغطه عليه فإلق مروان حمدي فاضطر ان هو يستعمل التورة عرضية كانت ممكن تبقى خطيرة قطعت تحول التوباية هجمة مرتدة المرة دي خطيرة تلاتة على تلاتة تلاتة على تلاتة يسري وحيد يمشي يمشي ويدخل جوه المنطقة ويسدد تخبط ومرة تاني متعب يشوت ويجرب من برة منطقة الجزاء المرادة بيمين ومتعب جات له على يمين قالك يلا زي ما تيجي وسدد بالفعل كورة قوية جدا بيقول انها لمست وعايزها ضربة ركنية بيقول انها لمست في محمود حمادة وعايزها ضربة ركنية لكن ابراهيم نور الدين قريب من الكورة جدا الحقيقة وقال له لا فيش الكلام ده 10% امتلاك الكورة للمصري مقابل 38% لطلاع الجيش مرة اخرى وتسلل هو صح يسري وحيد صح يسري وحيد صح لما طلب من جوليوس انه يسيبها انه يسيب الكورة عشان ما تتحسبش افسايل لكن تداخل في اللعبة يلعبها ناحية اليمين تمريرة روعة لسامير فكري في الجانب الايمن سامير يلفها عالية والرقصية واتكمل فيها حسين السيد ولسه خطيرة يقع حسين اللعب يستمر وتسديدة قوية جدا وخالد سطوحي بفدائية كبيرة يحط جسمه وراسه في اتجاه قذيفة محمود حماد خالد سطوحي لسه جوال ملعب يسري وحيد ياخدها ويمشي وينطلق يسري وقات جوليوس واخد مكان جوليوس حاب فكر انه يلعب هالو لكن حسين السيد مادلوش فرصة مادلوش اي فرصة شوف يسري لعبها فعلا يعني هو صدفة كابتن عبد حميد بسيوني مختار الاتنين النهاردة علشان يقودوا هجوم طلاع الجيش لا لان هما زي ما بقولوكم بيكملوا بعض لكن في تفاهم محتاجين شوية تفاهم وشوية انسجام هادي رأسية تاني من يسري وحيد خرج عصام سروت والمرمى كان فاضي يقابلها ويلمسها يسري لكن تعدي جنب القائم وتبقى ضربة مرمى تبقى ضربة مرمى للنادي المصري هادي الكورة هاو خرج عصام وكان مكمل يسري وكان فيه الضربة الحرة لنادي المصري ومحاولات لتسجيل هدف التقدم قبل الشوت ما يخلص فخر الدين بن يوسف افسدها على حسين السيد لو سبها لحسين لكن هو واخد القرار ومش عارف ومش شايفه لكن شوف فخر بقى لو سبها لو سبها لحسين السيد كان جاي ومندفع ومنطلق وما فيش اوف سيد ولا اي شيء واحسين السيد هيتجن لان فرصة بالفعل كبيرة لكن يا دوب فخر الدين بن يوسف يلمس بالرأس بعد تنفيذ ضربة المرمى ما استناش حتى لما تتنفذ صفر بالفعل حكم اللقاء كابتن بريم يور الدين ينتهي الشوت كما بدأ بتعادل سلم وفي النهاية انذار هو الاول وهو الوحيد في اللقاء حتى الان سحبه في الفكر اللي بيلعب به كابتن لعب الحميد قادي الكورة جوليوس ينفرد جوليوس لكن باهر المحمدي تدخل باهر من باهر باهر المحمدي يتدخل ويمنع بول جوليوس في اللحظة الاخيرة شوف باهر المحمدي رامى نفسه في اتجاه محاولة وتزديدة النيجيري ومنع الكورة كان صمصروت كان رايح صحيح ومتقدم الياس جلاسي مروان حمدي استلام من مروان في الجانب الايمن يمشي مروان يلعبها عالية في اقصى اليسار عند ميدو جابر استلام من ميدو ترجع مرة تانية الياس جلاسي على الارض محمود حمادة سمير فكري فكر في التزديد وسدت بالفعل سمير لكن خرجت ضعيفة وبعيدة كمان السن السعيد يعكسها في اقصى اليسار عند كريم طارق استلام كويس من كريم يرجع بيها مرة تانية احمد متعب بشماله عالية جول منطقة جول 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 اول اهداف اللقاء عن طريق النيجيري بول جوليوس لكن يلغى للافسايد خلينا ما نستعجلش خلينا نستنى الفار ده عتاب من علي ماهر عتاب من علي ماهر اعتقد انه للاعبي من الكلام كده ومن الجملة واللي لقاطناها او اللي سمعناها يعني هو بيعاتب احد لعبيه خلينا بس نشوف هل فيه فسايد ولا لا لاي كورة دقيقة جدا وشائكة جدا يعني احمد نوفل رفع ريته وكان الله في عونه لان فقالا الكورة صعبة جدا جدا اللي هيحسم هو الفار اللي هيحسم الفار فخر الدين بن يوسف ضعت الكورة منه احمد متعب يلعبها عالية جول منطقة عبد الرحمن اسامة يلعبها ومطالبة بلامسة يد لكن بزكاء الحياة باهر المحمدي حاطت ايده وراء ظهره ومانع اي شبهة وبالفعل الكورة خبطت في بطن باهر ومن قوتها اصيب مناله السلام ان شاء الله ويقوم باهر ويكمل المرة التانية باهر المحمدي بزكاء الحياة بزكاء باهر يتصدى لتسديدة عبد الرحمن اسامة شيكة سامير فكري تلاقيب ناحية الشمال لمحمد الشامي يمشي الشامي يمشي الشامي لكن تمريرته تطقطع ترجع الكورة ومرة تاني الشامي جوه المنطقة جول الروج يحلها الروج يفتتح التسجيل بعد هجمة بدأها محمد الشامي وانهاها فخر الدين بن يوسف بشماله في شباك محمد شعبان يكسر صمود طلاع الجيش على مدار 72 دقيقة في هذه المباراة واخيرا يجد الشباك بعد محاولات وبعد نزول محمد الشامي كبديل يساهم ويساعد في التسجيل شوف الهجمة اللي بدأها الشامي ادي واحدة وادي التانية التالتة جول ادي مفيش اوفصايد محمد الشامي في تالت واحدة مفيش تسلل يصنع محمد الشامي ويسجل الروج ويسجل فخر الدين بن يوسف في شباك طلاق على الجيش في دقيقة 72 فخر الدين بن يوسف النجم التونسي الكبير يتقدم ويسجل اول اهد ابن وردين ان الكرة مش من مكانها اللي لكش دعوة ارجع ابني وقف في حطك ملكش دعوة بمكان التنفيذ متعب تتلاعب عاليا جوه المنطقة كماتش يقع على الارض لكن الليعب يستمر تاني الكرة وسطوحي لكن يطير عصام سروت وتسلل على خالد سطوح انا مش لازم تتحرك يا خالد يقول له انا ما تحركتش بس انا يعني متداخل في اللعبة يعني وبعدين تحركت اصلا كمان رايم نور الدين بيبص في ساعته نور الدين حكم اللقاء اصدقاء المشاهدين فرحة كورس عادية بالثلاث نقط بالفوز واستمرار الانتظار شكراً لكم اشتركوا في القناة